السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوات الغاليين احلى اخوات على المجرة وحشتوني يارب اكونوا خير وبصحة وهنا لايقات سريعا ويكتب رقم اللايك اللي طلعلك ويكتب تعليق اللي ام صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ويلا بينا نعمل وصفة بتاعت النهاردة مطلوب من حضرتك شوية من الفيزلين وكنت قلتلك ان احنا عملنا الفيزلين هنا على القناة الفيزلين زي ما انت شايفة كده يا قلبي عملنا هنا على القناة ابيض وزي الشمع ورحته رهيبة طريقته سهلة جدا اللي عاوزة طريقة الفيزلين هتلاقي فيه ملف اسمه ملف الفيزلين هسي تقوم لك في اول تعليق بدل ما تجيبين من العطار او تجيبين الصيدلية طريقته سهلة جدا وزي ما قلتلك هسيب لك الملف في اول تعليق تمام كده تمام كده وده كده اول مكون اللي احنا هنشتغل عليه عشان عاوزين نعمل وصفة كمبلة تشيل الاسمرار بتاع الشفايف تشيل اسمرار حوالين الفم تشيل الاسمرار اللي في البشرة اللي في ايديك تحت القيبة في اي مكان حرفي وصفة النهاردة توحفة جدا فركزوا معي تاني مكون معي وهو المكون رقم واحد علم مجرة للتفتيح اللي انا ما ينفحش اقول يا تفتيح بدونه الا وهو زيت الورد زيت الورد زيت رقم واحد فيه التفتيح وللعلم كنا احنا اول قناة على اليوتيوب نعمل زيت الورد بدون ورد اللي عاوزة طريقة زيت الورد تكتب لتحت في التعليقات ابعته لها هاخد منه هنا كده شوية تمام اهو زوم التفتيح تمام اهو حلو حلو مية مية وعالي العال طيب ايه تاني برضو مشاكل بتواجهني وهي مشكلة شفيفي ناشفة وشي ناشف اه ايديا ناشفة عاوزة ترتيب ما بعضه ترتيب هتستخدمي المكون اللي احنا بنسميه هاي الورونيك الغلابة الا وهو الجليسرين الجليسرين بيديك ترتيب حلو جدا بيحافظ على رتوبة البشرة فبالتاني بنسميه هاي الورونيك هاخد منه هنا كده شوية اهو شوية من الجليسرين فيه تاني وصفة تانية هنعملها قبل استخدام الوصفة دي هقول لكم عليها دلوقتي اهو كده شوية من الجليسرين حلو جدا ومية مية بحيس لو فيه تشقوقات فيه شفيفي يرتبها لي بحيس لو هستخدمه على بشريتي يقولنا قبل كده ان الترتيب بتاع البشرة بيمنع التجعيد وبنمنع الشايخوخة لو على ايه دي برضو نفس الكلام تمام تمام ومية مية مية مطلوب من حضرتك بعد كده كابسولة من كابسولات فيتامين اي اما الشكل الكريمي اللي هو بالمنظر اللي انت شافه قدامك ده او بالهو الكزايتي اللي احنا بنجيبه من الصيدلية وللعالم طريقة كابسولات فيتامين اي الكريمي دي معمولة هنا على القناة لو عاوزيها هكتبي لي تحت في التعليقات ابعدها لك تمام اهو لو انت درتي بالك لما بنجي نفتحها اهو بصي بتنزل ابيض كريم اهو تمام دي كابسولات فيتامين اي موجودة فين برضو موجودة في الصيدلية وموجودة في محلات الميكياشة بتروحيله بتقولوله انا عايزة كابسولات فيتامين اي اللي هي الكريمي طريقتها سهلة اللي عاوزة طريقتها تكتب لابعت لها الفيديو تمام اه اسمه ايه حط تعليقات وتفعلي علشان خاطر زي ما قلتلكو انا مش برد في التعليقات على الناس اللي مش بتتفعل فلو حضرتك عندي عملتي حاجة غلط في وصفة بتسألي على وصفة بتسألي اي استفسار مش هرد عليك فبعد بعد اذنك اتفعلي وحط تعليقات عشان لما يكون لكي طلب تلاقي الناس تقدرك زي ما انت بتقدريها تمام تمام كده ومية مية او زي ما قلتلك اللي هي الكابسولات الزيتية هتحطي منها هنا كده شوية تمام حلو جدا هل ممكن نكتفي بكده ممكن نكتفي بكده بحيس مسلا الجليسرين حلو جدا زيت الورد يا نهار تفتيح آآ الفزلين ترتيب آآ كابسولات فيتامين اي الجو ده لا انا عاوزة اعلى بالليفل ده شوية اعلى بالليفل ده شوية كنت من كم يوم كلمتوكو عن مكون رهيب في الصيدلية كنزة حرفيا بتمنتاشر جنيه الا وهو يروحي اللي هو بنسنول بنسنول اتنين في المية اهو تمام قلتلكو كلكو هتو وعملنا بيه وصفات للبشرة وعملنا بيه وصفات للشعر وكان حاجة كده رهيبة بتمنتاشر جنيه موجود في الصيدلية قلتلك اللي هو عشرين جرام بتمنتاشر جنيه واللي هو اتنين في المية للتمنتاشر وتروحيش تجي بيلي اللي هو النو فاكس ولا الميكرو ولا حاجة غالية بزبدة الشيا وتقول لي ده كان اغلى من تمنتاشر جنيه لاني بنسنول عاملة خمسين نور حرفية تمام هاخد منه هنا كده شوية لزوم ايه لزوم ايه ده لزوم ترتيب ولزوم تفتيح ولزوم كل حاجة تمام اهو هنقلب بقى المكونات دي كده كلها ازبوري عشان في وصفة لازم تتعامل قبل ما تعمل ده هنقلب بقى المكونات دي كده كلها ببعضها علمان اقلب بالله عليك امنتك امانة لايقات وتعليقات يا نور عين تمام اهو انت بقى لما انت تقلبها بص تلاقيه تحول معاك الكريم يعني بدل ما احنا كنا شغالين ببيزك معنا في زليل هتلاقي الوصفة قلبت معاك كده بقت كريمي تمام اهو تمام تمام ومية مية وعلي العال وبقى فعلا ملمسها كريمي وحاجة كده مزيكة والريحة بقى بتاع زيت الورد وياح نهار تفتيح تمام اهو طيب طريقة الاستخدام وايه الوصفة اللي احنا هنعملها قبل ما نستخدم الامر ده دلوقتي مسلا انا عاوز استخدم الكريم الامر اللي طلعي لنا ده الايه انا يا راشا عايز استخدمه لاني والله بص انا عندي الشفاية في غمقة جدا وحواليني الشفاية في غمي مطلوب من خضرتك تجي بيلي معلقة فيزلين كنية كده على جنب وتجي بيلي شوية صكر وتحطيهم على بعض وتدعاكي براحة كده براحة براحة بسبوعك على الشفايف تنزليلي كل الجلد الميت والاسمولار والخلايا الميتة والجودة تمام تمام اه لا يا راشا انا ما عنديش فيزلين ولا عندي برغم ان احنا كده كده لازم فيزلين عشان ده البزك بتاعنا يعني بس مثلا لو واحدة لأ انا عايزة طريقة تاني مفيش مشكلة هاتي زيت الموس اللي هو الزيت رقم واحد في تنعيم الشعر الامر ده الحرير هاتي زيت الموس وحطيلي عليه شوية من السكر ويه برضو صنفريلي بيهم الشفايف هقولك على تركيا بمليون جنيه محدش هيقول هالك غيري عن تجربة افضل وقت تعملي فيه صنفرة للشفايف هتنزل الجلد ميت بالحبل وتلاقي شفايف بقيت زي الامر حطي لايك حطي حطي عشان لو انت وحيات ربينا لو ما حطيتي ممسامحك ممسامحك في المعلومة اللي هقولها لك ولا همسامحك في الفيديو كله حطي لايك يلا امانتك امانة بص بقى احلى وقت تعملي فيه صنفرة لشفايفك بعد ما تخلصي الشاور طبعا بقى بنبقى واخدين الشاور بمية سخنة وشامبوهاتنا وكريماتنا وبلسمنا وحاجاتنا طبعا خلال الشاور بيبقى الجسم كله طري اول ما تخرج من الشاور هاتي معلقة فيزلين اول ما تخرج من الشاور هاتي معلقة فيزلين حطيلي عليها شوية من السكر وصنفريلي بها شفايفك هتنزل جلد ميت وتنزل كل الخلايا الميتة حرفيا هتبقى امر تمام يبقى احلى وقت نعمل طبعا على مدار اليوم عادي بس احلى وقت اختنميه لما تخلص الشاور ويبقى وشك كده لسه طري والخلايا كلها بتاعت الجلد طريا روح بسرعة عامل لها تأشير اي خدمة محدش هقولك المعلومة دي غير تمام اشكر كل الناس اللي حطوا لايك والناس اللي مش محطين مش مسمحكي ولا في المعلومة دي ولا في الوصفة المهم هنرجع بقى لما رجوعنا طيب ده دوت انت قلتي لو انا عاوز استخدم الوصفة الشفايفي هعمل صنفرة وبعديها هدهن الكريم الامر ده طب لو انا يا راشا لادايا ده الاادايا نشفة واادايا خشنة والكلام ده حضرتك برضو نفس الكلام هتجيب فيزلين وشوية سكر وتمشي على الجلد بتاع ايديك او حضرتك هتجيب لامونة وشوية سكر وبرضو تمشي كده لو انت ما بتش بتتحسسي من اللامون تمشي كده 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 صنفرة تمام تمام عملت صنفرة وغسلت ايدي او اروح رفع عليها الكريم الامر ده كده تمام اهو و اروح ايه مسحبيه على ايدي كلها تمام مرة مرتين في اليوم هتبصت لايديك دي بقت جميلة ونعمة وحاجة كده امر نفس الكلام اي منطقة انا عاوزة استخدم فيها عندي سمرار فيها بعمل لها الاول صنفرة كده خفيفة تمام وبعد كده بستخدم الوصفة دي ريحته رهيبة طبعا عشان زيت الورد وكريم بنسينول بطبيحته ريحته حلوة ملمس ومشاء الله اصلا امر عمل اهو بالضبط كأنه كريمي في حاجة كده رهيبة وترتيب ما بعده ترتيب الناس اللي بتتتعاني من سمرار حوالين شفايفها بجد ابشري جرب الوصفة هتعجبك جدا ما تنسيش اللايك بالله عليك اختم الفيديو بالصلاة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بص على اول تعليق هتلاقي ملف الفيزلين وملفات تانية كتير